الحقيقة الموضوع ليس جديداً هذا الموضوع مسألة حماية الأموال العراقية في الخارج ضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار من عام 2003 واستمر هذا الموضوع إلى نهاية عام 2011 أو 2012 ثم بعد ذلك كانت هناك قرارات تصدر من الرئيس الأمريكي أنا أعتقد بارك أباما واستمر الموضوع كان يجدد سنوياً هنا علينا أن نميز بين الاثنين بين الاثنين نوعين من الحماية البنك المركزي أموال مضمونة بحكم أنه العرف الاقتصادي الدولي أن هذه الأموال التي تعود إلى مؤسسات مستقلة والبنك المركزي مؤشر عالمياً أنه مؤسسة مستقلة محمية بحكم العرف الاقتصادي وهذا واضح وحصلت تجارب كثيرة ولدينا تجربة سابقة في الأرجنتين أعتقد في عام 78 لم تستطع الدول الدائنة ولا الشركات الدائنة للأرجنتين أن تستولي على أموال البنك المركزي وهذا مضمون ولا يمكن المساس بها ولدينا استثمارات في سندات الخزينة الأمريكية بحدود الـ 34 مليار دولار النوع الثاني هو المهم النوع الثاني هو أموال الحكومة العراقية هنا لا بد أن نميز بين أموال البنك المركزي وأموال الحكومة العراقية أموال الحكومة العراقية المتأتية من صادرات النفط اليومية والمستمرة نحن شهريا عندنا بحدود الـ 6 مليار دولار هذه العوائد من الصادرات النفطية بشكل شهري فالضمانة الأمريكية هي استمرار حماية الأموال العراقية الموجودة في البنك الاحتياط الفدرالي والمصارف الأخرى وأيضا بطلب من الحكومة الأمريكية ستضمن الحكومات الأخرى هذه الأموال التي تعود للحكومة العراقية لأنه قبل هذا التاريخ احنا المشكلة لا يزال يترتب على العراق حوالي مليارين دولار من تعويضات الكويت